لو أول مرة تشوفنا ياريت تشترك في القناة وتفعل جرز الإشعارات على الكل علشان يوصلك إشعارات بكل الدروس الجديدة بتاعتنا أول بول طبعا إحنا بنشرح كل المناهج الجديدة الخاصة بالمرحلة الإبتدائية والإعدادية والسنوية كمان إن شاء الله عندنا زي ما احنا شايفين في الفيديوهات قوائم التشغيل وطبعا لما تفتح القناة بتاعتنا هتلاقي قوائم التشغيل الخاصة بكل مرحلة متأسمة لوحدها تقدر توصل لأي فيديو بسهولة وما تنساش تتبعنا على صفحتنا والمجموعة بتاعتنا على الفيسبوك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسيم الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة زيكم يا أصحابي النهاردة بنكمل مع بعض شرح منها Connect Plus Primary Free أو الصف الثالث الابتدائي Term 2 Term الثاني ولسه بنكمل مع بعض آخر جزء في Unit 7 Where are the family Where are the family أو أين الأسرة نحن بناخد Unit 7 جزء جزء علشان ما ننساش أي حاجة لأنها مليانة grammar وفيها grammar كتير جدا مهم فلازم ناخد كل حاجة ونحفظها ونذاكرها مع بعض كويس علشان هيتبني عليها حاجات بعد كده والنهاردة معانا الجزء الخاص بـ Animal Families Animal Families أو أسر الحيوانات وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم طبعا يا أصحابي الجزء ده بيكلمنا عن الحيوانات وطبعا الحيوانات فيها الأدلت أو الكبير البالغ وفي منها كمان الأوف سبرينج أو النسلة أو الزرية الخاصة بالحيوانات دي اللي هي الحيوانات الصغيرة هنتكلم مع بعض أكتر عن الـ Animal Families أو أسر الحيوانات ونتعرف على معلومات جديدة جميلة أوي أول حاجة لازم نعرفها يعني إيه؟ Adopt 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 يعني يتكيف يعني لو فيه بيئة حواليه البيئة دي لها صفات معينة مثلا الجو فيها حر شوية أو الجو فيها برد شوية احنا بنعمل حاجة اسمها Adopt Adopt يعني بنتكيف يعني مثلا الحيوانات اللي موجودة في بيئة برد وفيها برد قارس هنلاقيها عملت Adopt أو تكيفت مع الـ Environment دي وبقى عندها فرو كسيف الفرو ده بيحميها من البيئة اللي حواليها ومن الظروف اللي هي عيشة فيها ده مثلا من أمثلة الـ Adaptation أو أن أنت تعمل Adopt أو تتكيف مع الظروف اللي حواليك يبقى Adopt يعني يتكيف Trait 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 يعني صفة سائدة شائعة يعني مثلا لو في مجموعة من الحيوانات مثلا زي الزبرة مثلا فعندهم Trait أو الصفة السائدة الصفة الشائعة أنهم عندهم خطوط على جسمهم دي اسمها Trait Trait يعني صفة سائدة صفة شائعة صفة موجودة بشكل كبير قوي في النوع ده من الحيوانات دي اسمها Trait Trait أو صفة سائدة أو صفة شائعة في عندنا كمان Inhert Inhert يعني يارث يعني إيه يارث؟ يعني صفة بتتورس من الأب والأم للـ Offspring للـ Offspring أو النسلة أو الزرية اللي هما خلفوها ده اسمه Inhert Inhert يعني يارث يعني بيرث صفة من الصفات الخاصة بالأب والأم أو الاتنين مع بعض Inhert في عندنا كمان Litter Litter يعني حيوان رضيع حيوانات رضيع الحيوانات الصغيرة الرضيع دي اسمها Litter Litter في عندنا كمان Newborn 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 يعني حديث الولادة لسه مولود ده اسمه Newborn 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 في عندنا كمان Predator 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 يعني حيوان مفترس اللي هو بيأكل لحمة Predator 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 Polar Beer Polar Beer Polar Beer Polar Beer يعني الدب القطبي Polar Beer عندنا كمان Penguin 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 يعني طائر البطريق Penguin 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 يعني طائر البطريق Leaf Insect Insect يعني حشرة Leaf اللي هي ورقة الشجر يبقى Leaf Insect حشرة تشبه ورقة الشجر Leaf Insect Leaf Insect Leaf Insect حشرة بتشبه ورقة الشجر وده طبعا نوع من أنواع الأدابت أو أن هي عاملة تكيف للمكان اللي هي فيها علشان الحيوانات اللي ممكن تكلها أو الحشرات اللي هي ممكن تكلها تبقى مش قادرة تشوفها بشكل كويس وهي تقدر تعيش من غير محد يعتدي عليها أو يكلها ده نوع من أنواع الأدابت أو التكيف Grassland 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 اللي هي أرضاش بية Grassland 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 أرضاش بية Their own Their own Their own Their own يعني بأنفسهم يعني بيعملوا الحاجة دي لوحدهم بأنفسهم Their own Their own Their own Offspring 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 يعني نسل أو زرية Offspring 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 يعني نسل أو زرية Organism 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 يعني كائن حي Organism 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 يعني كائن حي Species 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 يعني فصيلة يعني سلالة نوع من أنواع الحيوانات أو الكائنات ده بنسميه Species Species يعني فصيلة أو سلالة Survival 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 يعني البقاء على قيد الحياة Survival 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 اللي هو البقاء على قيد الحياة Hunt 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 يعني استعد Characteristics 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 يعني خصائص يعني صفات Octobus 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 يعني اختبوت Octobus 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 يعني اختبوت رابن يعني طائر أبو الحناء نوع من أنواع الطيور رابن طائر أبو الحناء ده نوع من أنواع الطيور وتلاند يعني مستنقع يعني مكان في بركة مية البركة دي اسمها وتلاند وتلاند يعني مستنقع كيب وورم كيب وورم كيب وورم يحافظ على الدفق طبعا الحيوانات أو الأنيمال الموجودة في كولد بليسز أو في أماكن بردة بتحاول تحافظ على الدفق بتاعها علشان ما تتجمدش وتموت ده بنسميه كيب وورم كيب وورم يعني يحافظ على الدفق سيرفايف 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 يعني ينقو من الموت يبقى على قيد الحياة سيرفايف 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 يعني ينقو من الموت يبقى على قيد الحياة وعندنا جزء جميل جدا في يونت 7 بيكلمنا عن الرابط والرابط فاميليز أو أسر الأرانب وهنتعرف على مجموعة من المعلومات جميلة جدا خاصة بالرابط والرابط فاميليز فزي ما احنا شايفين قدامنا الأصحابي في الصورة هنا في أرانب لسه مولودة لأنها لدي بص شكلها عمل إزاي ما عندهاش أي فاروق أو أي فار ومغمضة عنيها خالص لسه مولودة وشكلها جميل قوي وشكلها غريب كمان فبيقولنا هنا انظر على هذه الصغار حديثة الولادة من الأرانب بعدين هم شكلهم مختلف جدا عن الأب والأم بطاهم هم شكلهم مختلف جدا عن الأب والأم بطاهم لكن سون عما قريب في وقت قريب أوي their eyes will open يعنيهم هتفتح يعنيهم هتتفتح ويفتحوا عنيهم and their fur will grow والفاروق بتاعهم حينمو but soon their eyes will open and their fur will grow as they get older بينما هم بيكبروا the rabbits الأرانب in a litter اللي هم الصغيرين will look similar هيكون شكلهم similar متشابه to each other لبعضهم البعض as they get older the rabbits in a litter will look similar to each other but not identical احنا عرفنا المرة الفاتت identical يعني متطابق متماثل شكلهم زي بعض بالزبط لكن هنا بيقول لنا لكن هم مش هيكونوا identical أو هيكونوا متطابقين the offspring النسل أو الزرية اللي هم مولودين دول have inherited اتورث ليهم some traits بعض الصفات الشائعة from their mother من أمهم and some traits وبعض الصفات الشائعة برضو from their father من أبوهم يعني هم ورثوا بعض الصفات من ممتهم وبعض الصفات من باباهم يبا مرة تانية the offspring have inherited some traits from their mother and some traits from their father they may هم ربما have the same fur color يكون لهم نفس لون الفارو as their mother الخاص بممتهم or their father or a mix of the two أو خليط ما بين اللون الفارو بتاع الاثنين يعني بمرة تانية they may have the same fur color as their mother or their father or mix of the two soon أما قريب لاحقا يعني their ears will start to grow ودنهم هتبتدي تنمو two أيضا having long ears is a key characteristic of a rabbit إن يكون عندهم ودين طويلة دي صفة من الصفات الخاصة بالأرنب بمرة تانية soon their ears will start to grow two having long ears is a key characteristic of a rabbit why do rabbits have long ears ليه الأرنب عندهم ودين طويلة rabbits have lots of predators وإحنا عرفنا يعني إيه predators predators يعني حيوانات مفترسة الأرنب في حيوانات مفترسة كثيرة بتحاول تستاذها bigger animals الحيوانات الأكبر that hunt اللي بتستاذ and eat them وبتاكلهم تستاذهم وبتاكلهم يبقى مرة تانية why do rabbits have long ears rabbits have lots of predators bigger animals that hunt and eat them the long ears الودانة الطويلة help rabbits بتساعد للأرنب to hear well إنهما يسمعوا كويس their ears can move ودانهم ممكن تتحرك كمان so the rabbit knows where a sound is coming from لذلك الأرنب يقدر يعرف الصوت جاي منين يبقى مرة تانية the long ears help rabbits to hear well their ears can move so the rabbit knows where a sound is coming from the long ears الودانة الطويلة also أيضا help the rabbit stay cool بتساعد للأرنب إنهو يفضل بارد يفضل جسمه بارد in hot weather في التقس الحار لما يكون الدنيا حار ودانه الطويلة دي بتساعد إنهو يكون جسمه بارد or keep warm أو تخليه دافئ in cold weather في التقس البارد بتعمل معادلة كده لو الدنيا حارة حواليه تخلي جسمه بارد لو الدنيا باردة حواليه تخلي جسمه دافئ يبقى مرة تانية the long ears also help the rabbit stay cool in hot weather or keep warm in cold weather so لذلك long ears الودانة الطويلة are very important هي مهمة جدا for rabbits survival لبقاء الأرانب أحياء لأنها تخليهم على قيد الحياة over time على مر الوقت rabbits with longer ears مع الودانة الطويلة become safer بقاء في أمان become يعني أصبح safer في أمان and healthier and healthier وبصحة أفضل يبقى مرة تانية so long ears are very important for rabbits survival over time rabbits with longer ears become safer and healthier they could live هم ممكن يعيشوا for longer لمدة أطول and have more letters ويكون عندهم أطفال ردة أكتر يعني يخلفوا أرانب أكتر they passed their trait هم ممرروا الصفات الشائعة بتاعتهم to their offspring للزرية بتاعتهم للنسل بتاعهم and rabbits والأرانب adopted تكيفة to have long ears إن هي يكون عندها ودان طويلة يبقى لما هم الأرانب يعني لما الأرانب اللي هي ودانها طويلة قدرت تعيش بشكل أطول وكان صحتها أحسن قدرت تمرر الصفة دي للoff spring بتاعها عشان يفضلوا عايشين بشكل أأمن وبصحة أفضل لوقت أطول يبقى مرة تانية they could live for longer and have more letters they passed straight to their off spring and rabbits adopted to have long ears all organisms كل الكائنات الحية have to adopt يجب عليها أن تتكيف to their environment to their environment للبيئة بتاعتها علشان تقدر تعيش all species كل الفصائل كل السلالات of animals الخاصة بالحيوانات and plants والنباتات have their own characteristics ليهم الصفات الخاصة بهم and behave وبتتصرف in ways بطرق that help them اللي بتساعدهم to survive على أن هما يفضلوا على قيد الحياة يبقى مرة تانية all organisms have to adopt to their environment all species of animals and plants have their own characteristics and behave in ways that help them to survive بتعالون حلما بعض الاكسرسيزة بيقوليني هنا to the correct answer to grow ولا inherit ولا adopt is to change to suit your environment change يعني تتغير to suit علشان تناسب your environment البيئة بتاعتك يبقى to grow ولا to inherit ولا to adopt شطرين شطرين to adopt ان انت تتكيف فبالتالي تام change وبالتالي تقدر تناسب ال environment بتاعتك او البيئة اللي انت عايش فيها طبعاً طبعاً الصفة اللي هي صفة أساسية لازم الكائن الحية تصف بيها تبقى trait ولا لتر ولا off spring شطرين طبعاً هي trait او الصفة الشائعة trait او الصفة الشائعة هي key characteristics الصفات الأساسية that an organisms has اللي بيتصف بيها كائن من الكائنات الحية دي trait او الصفة الشائعة الصفة الموجودة بشكل كبير او بشكل منتشر في الكائن الحية ده وفي الكائنات الحية اللي من نفس النوع to adopt ولا to inherit ولا to grow adopt يعني يتكيف inherit يعني يارس grow يعني ينمو is to get characteristics from your parents ان انت تحصل على من والديك يبقى to adopt ولا inherit ولا grow شطرين طبعاً to inherit ان انت تارس تارس صفات من parents بتوعك من ابوك وامك letter اللي هو الصغير الراضيع ولا a letter letter هنا يعني جواب خطاب ولا a little little يعني صغير is a number of baby اللي هو عدد الاطفال of baby animals اللي هو عدد صغار الحيوانات born مولدين from the same parents من نفس الاب والام at the same time at the same time at the same time في نفس الوقت طبعاً اللي هو اللتر أو الصغار الرضع اللي لسه مولودين new look مظهر جديد newborn حديث الولادة new book كتاب جديد is a baby animal that has just been born اللي هو لسه مولود شطرين طبعاً اللي هي newborn an orange برتقالة off spring نسل أو الزرية organism كائن حي is a living thing هو شيء حي all animals and plants كل الحيوانات والنباتات يبقى ده اللي هو ايه بقى orange ولا off spring ولا organism شطرين طبعاً organism أو كائن حي بكده نكون اخدنا الجزء ده المرة الجاية هناخد مراجعة سريعة على unit 7 واخر جزء في unit 7 اتمنى ان انت تكون استفدت من درس النهاردة لو عجبك الدرس اعمل like اتمنى الايه الف واحد استفادوا او الف like تحت الفيديو والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان انا سايب لكم اللينك بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة